موسيقى السلام عليكم وحباتي الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين عدنا هذا الكورس اليوم راح ناخذ خمس حلقات سوية اللي هي بعشر دقائق من الحلقة 151 إلى الحلقة 155 خمس كلمات وهذا الخمس كلمات كل واحدة راح ناخذ عليها مثالين وأيضا أهم المرادفات لكل كلمة نتعلمها نحفظها سويا إذن حضر الكراس والقلم من الآن أكتب جميع الكلمات والعبارات الجديدة وأيضا كرر جميع العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد تتقن اللفظ الصحيح كررها كل وحدة خمس مرات حتى تحفظها بشكل جيد أما الآن اضغط على إعجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف كاملة بالتسلسل إذن خلينا نبدأ مع هذه الخمس كلمات اللي عندنا اليوم في عشر دقائق ركز معي جيدا من الآن كلمة الأولى كامن كامن مشترك شائع أو عادي اللي عدت معاني كامن 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 خلينا أخذ أهم المرادفات كومبايند 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 المشاكل المشتركة لكل المجتمعين ممتاز اقرأ معي الآن ممتاز نأخذ المثال الثاني That name is That name is Common among girls That name is Common among girls That name is That name is Common among girls كررها بصوت عالي بصوتك بحيث تسمع أذانك الكلمات والجمل اللي تقرأها حتى تتعلم اللفظ الصحيح ويثبت عندك بشكل جيد That name is Common among girls Community مجتمع مرت علينا بالمثال السابق بالكلمة اللي راحت Community تواصل اجتماعي مجتمع أو تأتي بمعنى مجموعة أو جمهور Community Community Collection Collection Set Organization Unity Unity إذن هذي أهم مرادفات كلمات Community Community نأخذ مثال أول Writers Writers الكتاب Writers who shared a community of interests الكتاب الذين شاركوا مجتمع المصالح Writers who shared a community of interests مثال الثاني a community of native speakers مجتمع من المتحدثين الأصلين a community of native speakers a community of native speakers مجتمع من المتحدثين الأصلين يعني صاحبين اللغة الأساسية الأم A community of native speakers ممتاز الكلمة البعض هي كلمة ثالثة عدنا في هذه الحلقة Company Company شركة أو تأتي بمعنى سرية أو مجموعة أو تأتي بمعنى أيضا رفقة أو صداقة Corporation Corporation Privacy Collection Partners شراكة أيضا المهم تأتي بمعنى هذه أهم المرادفات لكلمة Company Company مثال أول It would be nice for him to have some company It would be nice for him to have some company It would be nice for him to have some company سيكون من الجيد بالنسبة له أن يكون لديه بعض الصحبة اقرأ معي الآن It would be nice for him to have some company She looked like she didn't want company She looked like she didn't want company بدت وكأنها لا تريد صحبة She looked like بدت وكأنها she didn't want أنها لا تريد company صحبة أقرأ معي الآن She looked like she didn't want company She looked like she didn't want company compare 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 قارنة شبهة تبادل تبادل آراء ضاها أو وازنة compare match imagine discuss approach هذه أهم ورادفات كلمة compare اللي هي مقارنة أو قارنة أو شبهة أو تناقشة compare compare نأخذ مثال نتعلم كيف نستخدم كلمة compare when you compare the two teams when you compare the two teams عند مقارنة الفريقين when you compare the two teams عندما تقارن الفريقين when you compare the two teams you can't compare the two things you can't compare the two things you can't compare the two things لا يمكنك مقارنة الشيئين you can't compare the two things computer computer كلمة الأخيرة عادنا بهذه الحلقة computer computer الحاسوب المرادفة الوحيدة لكلمة computer اللي عندنا pc pc computer pc computer she shut down her computer أغلق الجهاز الكمبيوتر الخاص بها she shut down her computer she shut down her computer اقرأ معي she shut down her computer ممتاز she shut down her computer احفظها بالشكل جيد ناخذ الجملة الأخيرة عادنا بهذه الحلقة قبل أن ناخذ الاختبار أيضا على هذه الكلمات الخمسة هناك خطأ ما في جهاز الكمبيوتر الخاص بي هناك خطأ ما في جهاز الكمبيوتر الخاص بي هناك خطأ ما في جهاز الكمبيوتر هناك خطأ ما في جهاز الكمبيوتر إذن انتهينا الآن من هذه الجملة الأخيرة ومن الكلمة الخامسة اختبارك الآن هو أن تراجع جميع الكلمات الخمسة اللي مرت علينا من واحد وخمسين إلى خمس وخمسين تراجعها بشكل جيد تحاول أن تكون جملة على كل كلمة كل كلمة تكون عليها جملة باللغة الإنجليزية وتكتبها أسفل هذا الفيديو بالتعليق سوف أمر عليها واحدة واحدة حتى أنت تستفاد أكثر وأيضا الآخرين بإمكانهم الاستفادة من هذه الجملة التي تكتبونها إذن اختبارك هو أن تراجع الكلمات وأيضا أن تقوم بتكوين جملة على كل كلمة من الكلمات اللي مرت علينا اليوم لا بس أن تستخدم إحدى الجمل الموجودة علينا اللي مرت علينا بهذه الحلقة وتكتبها أسفل هذا الفيديو أيضا لزيادة الحفظ وأيضا التكرار وحفظ اللفظ الصحيح تعلم اللفظ الصحيح لهذه الكلمات إذن شكرا لكم على المتابعة انتظرونا مجموعة جديدة من الدروس أيضا بالحلقة القادمة إن شاء الله قريبا كل يومية راح يكون عدكم خمس دروس إلى عشر دروس أنزلهم بالقناة انتظرونا يوميا ولهذا السبب اضغط الآن على لايك مهم جدا أن تضغط على لايك وإضا اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى تأتيك الدروس مباشرة حين نشرها إذا كنت ترغب في البداية بالمراجعة من بداية هذا الكورس بإمكانك أن تجد الرابط أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء قريبا إن شاء الله اشتركوا في القناة